من 2017 للنهاردة سامح شايف ازاي الخطوة اللي جاية وزاي بتحضر لها وانا لسه مصر على انه انت مختار محتوى صعب والمقارنة فيه مقارنة عالمية مش بس على المستوى المصري جدا صعبة مقارنة صعبة بص انا 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 2017 خرجت اعدت اتعلم ديجتال وسوشال ميديا وديجتال ماركتينج بشكل عام صحابك المخرجين كانوا بيقولولك ايه حاجة كانوا ضد اللي بعملوا ده تماما مفيش بصي انا مفيش حد صديق ليه قريب في الميديا قابلني وشاف ان القرار ده صح وكله كان شايف ان انا اتصرفت غلط خالص وكنت بشوف نظرات عطفة بقى اللي هو اللي انت عملته في نفسك خصوصا انه يمكن الشباب متصدر طبعا انت شباب لسه بس انا اوزي الشباب الصغير قوي يعني هو المتصدر صناعة المحتوى انا كان عندي اسرار لما اجي النهاردة اتكلم عن صناعة المحتوى بعد ما اكون باشتغل في المجال 15 سنة انا عندي اربعة واربعين سنة شغال في الميديا 23 سنة اخد القرار ده اه ينفع تاخد القرار ده حتى لو عندك 60 سنة بتحب حاجة عملها علشان ما تجيش بعد ما الوقتي عدي يفضل نفسك اقول يا ريتني كنت عملت ما تعملها طالما عندك الفرصة اعملها وطالما مؤمن بالله هتعمله ده اعمله بس يعني اعمله جد يعني ذاكر اتعلم اتعب ما فيش حاجة بتيجي وانا قاعد لايمكن اتعب هتوصل واحترم اراء الناس جدا يعني انا كان اي تعاليق بيجيلي سلبي او ايجابي باحترمه بس طبعا مش التعليقات اللي هي سخيفة فيه تعليقات سخيفة بس لا بكلمة تعليقات البناءة حتى لو نقد بس يبقى له حاجة محترمة انا طبعا بسمعه جدا باحترمه جدا لازم اعمل كده كل التوفيق اشتركوا في القناة